اشتركوا في القناة داعيا في نفس الوقت المستثمرين التوجه لهذا القطاع نظرا لأهميته الكبرى أمزيان أيوب والتفاصيل ستمائة مشروع مستقبلي في قطاع تربية المائيات كشف عنها وزير وسيد البحري سيد أحمد فرخي منها مائة مشروع في طور الانطلاق وعضف الوزير خلال يوم إعلامي أن هذه المشاريع ستسمح بإنتاج مائة ألف طان من الأسماك سنويا كما ستسمح باستحداث ثلاثين ألف منصب شغل جديد مباشر وغير مباشر اليوم عندنا أكثر من مائة مشروع اللي رأوا في طريق الانطلاق وعندنا خمسمائة مشروع اللي يجب أن يتكون تدريجيا في كل الولايات وإحنا في قاعة يعني قاعة عندها ميزات بحرية وللبعض منكم ما شفهاش السقف عندكم أمواج عندكم أسماك معلقة في السقف وفي نفس الوقت الأشكال الموجودة هي عبارة أو عبارة عبارة عن أخفاص نظرنا في قاعة اللي تتلأم مع الموضوع اليوم ولأخذنا هذه القاعة نظرنا المساحة انتهاء ألف ومئتين متر مربع ولقارنناها مع المناطق الصيد اليوم حوالي تسع مليون هكتار هي مناطق البحرية الموجودة سننتج تربية المائيات في مساحة لا تتعدى ثلاثة ألاف هكتار يعني المساحة اللي اليوم راني نتكلم منها لتحت متر مربع ولقارنناها مع ألف ومئتين متر مربع انتم ما رب اليوم موجودين كينضون ثلثمية خمسين ولا ربعميات مقعد للمشاركة في هذا اليوم الدراسي كينمية منكم اليوم بادر بمشاريع والمنتظر أننا نطور ستمية مشروع في هذا المجال الوزير أكد على مرجع هام في تربية المائيات خلال المخطط الخماسي 2015-2019 تم إدراجه بعد إتمام كل التحضيرات ودحيين البرنامج عبر الولايات والمشاورات مع المتداخلين وكذا مع قطاعات أخرى على غرار وزارة التجارة وهذا لخلق نظام تسويقي عصري وأيضا وسعنا الشراكة مع الوزارات الأخرى كما وزارة التجارة في بناء نظام تسويقي جديد عصري ليقدر يجاوب اليوم مع معطيات الاستهلاك من الإنتاج حتى البيع بالتجزئة بادرنا أيضا مع وزارة تكوين مهني لتوسيع كل فرص تكوين خاصة تكوين تأهيلي وتشدر الإشارة إلى أنه تم الإمضاء على اتفاقيتين بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وكل من الشركة الوطنية للتأمين SAA وصندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا بهدف تشجيع وتحسيس المستثمرين للتوجه والاستثمار في قطاع الصيد البحري وتربية المائية أشرف صباحة الأحد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي على افتتاح الصالون الوطني الخامس للتشغيل سلام 2015 تحت شعار التكوين مفتاح لعالم الشغل بحضور أعضاء من الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمل الجزائريين عبد المجيد سيد السعيد الصالون الذي يمتد من الخامس إلى الثاني عشر أفريل يشارك فيه ثلاثمائة مؤسسة والتي تشغل حوالي أربعة آلاف عامل حيث أوضح وزير التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال إشرافه على الافتتاح الرسمي للصالون الوطني للتشغيل بأن قطاعه يهدف إلى خلق 90 ألف مؤسسة من أجل إدماج الشباب في مختلف القطاعات موضحا أن 75% من المؤسسات المصغرة الممولة من قبل وكالات الدعم تعمل على دفع الديون المترتبة عليها مضيفا أن 5% من هذه المؤسسات عرفت نوعا من الفشل باش نسمح نزيد ونخلقه في القوماسي هذا اللي راحنا نماشي في 2015-2019 نزيد ونخلقه 90 ألف مؤسسة مصغرة بين كناك ودونسج 60 ألف لونسج و30 ألف لكناك كان حوالي بين 70 و75% تعليرون برسمون اللي راهم ندارو وكان 95% تعلق المؤسسات اللي يتعاشت خمسة في المئة فقط لمات كيوانتي دي ترويت مرافقة مالية للمؤسسات المصغرة التي تستقبل متربي سيناء للاستفادة من التكوين التطبيقي كشف عنها وزير التكوين والتعليم المهنيين نوردين بدوي والتي سيشرع فيها ابتداء من هذا اليوم من طرف الصندوق الوطني لدعم التكوين عن طريق التمهين ابتداء من اليوم هذه المؤسسات الصغيرة اللي تأخذ على عاتقها في إطار التمهين شباب يتكونوا عندها دولكات دولا برانتيساج التمويل انتحوا تمويل هؤلاء الشباب يكون من خلال هذا الصندوق وهذا باش نخفف العب على هذه المؤسسات وباش نزيد نشجحها على أنها تساهم أكثر في التكوين أكثر من 75% من خريجي قطاع التكوين تم إدماجهم بقطاع الشغل مما يؤكد العلاقة الوطيدة بين القطاعين وأن التكوين هو أساس نجاح كل المشارع أعلن وزير الأشغال العمومية عبدالقادر قادي خلال زيارته لولاية الشلف أن الدولة تخصص سنويا غلافا ماليا بقيمة 90 مليار دينار لإجراء الصيانة الدورية لشبكة الطرقات عبر الوطن وبخصوص اهتراء بعد مقاطع طريق سيار شرق غرب اعتبر الوزير أنه أمر طبيعي بالنظر إلى مدة دخوله الخدمة التي تجاوزت سبع سنوات وكثافة الحركة المورورية اليومية التي يعرفها كما صرح عبدالقادر قادي أنه سيتم مستلم مراكز الدفع بطريق سيار شرق غرب خلال فيفري 2016 وأبرز الوزير أن الجهود منصبة حاليا على تجهيز طريق سيار بمختلف الهيكل وفضاءات الخدمات الضرورية فضلا عن ربطه بجميع الموانئة مشيرا إلى انطلاق مشاريع الربط بالموانئة بسثناء تلك التي تخص موانئ عن ناب وأرزي وبنصاف والتي لا تزال قيد الدراسة كما أبرز قادي أن الدراسة الخاصة بربط الطريق سيار بميناء بنصاف تشرف على الانتهاء بلغت قيمة عملية تصدير الخادعة للدفتر الشروط منذ شهر جونفي المنصرم إلى شهر مارس إلى شهر مارس عفوا انطلاقا من ولاية الجزائر أزيد من 271 مليون دينار جزائري ما يمثل قيمة مالية تفوق مليوني دولار حسب حصيلة للمديرية الولائية للتجارة المديرية الولائية للتجارة وعبر موقعها الإلكتروني أوضحت أنه خلال الفترة الممتدة من شهر جونفي إلى مارس المنصرم من السنة الجارية تم تسليم 50 شهادة تصدير لمتعاملين اقتصاديين بلغت قيمتها المالية ما يفوق 271 مليون دينار حيث بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من شهادة الإحفاء الأوروبية 287 متعامل مقابل 29 من المنطقة العربية فيما بلغت الطلبات المقدمة للاستفادة من شهادات الإحفاء التي تخص منطقة الاتحاد الأوروبي 1989 طلب مقابل 155 تخص المنطقة العربية وتم رفض مالح الإحفاء ل31 متعاملا بالنسبة للفئات الأولى و16 بالنسبة للفئات الثانية هذا وفاقت قيمة السلع والمنتجات المستوردة من منطقة الاتحاد الأوروبي خلال نفس الفترة أزيد من 183 مليون أورو وما يفوق 50 مليون دولار أما السلع المستوردة من المنطقة العربية فقد فاقت قيمتها 4.2 مليون أورو ونحو 8.3 مليون دولار كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون خلال زيارته للمركب الأولمبي محمد بوضياف عن إنجاز أكثر من 230 ألف وحدة سكنية من أصل مليونين وربع وحدة تم إنجازها في إطار برنامج عدل كما أفاد الوزير أنه تم خلال الخمسي الفارط تم إنجاز 230 ألف مسكن من قبل وكالة ترقية وتحسين السكن هذا وأوضح تبون أن برنامج الخمسي خالص بالإنطلاق إلى إنجاز ما يقارب نسبة تتراوح ما بين 97 إلى 98% ولم يتبق منه إلا ما يتراوح ما بين 27 ألف إلى 28 ألف أكد وزير المورد المائية حسين نسيبا نقطعه حريص على العناية بالفقارة والمحافظة عليها باعتبارها موردا مائيا وتراثا وطنيا وبشريا ثمينا وأشار نسيب خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي حول الفقارة في إطار اليوم الثاني والأخير من زيارته للولاية إلى إنشاء لجنة من الخبراء والتقنيين تقوم بزيارات ميدانية للمنطقة قصد الوصول إلى المعرفة الدقيقة بكل احتياجات الفقارة بالتنسيق مع أصحابها لإعداد بطاقات تقنية لكل فقارة بهدف رصد الأموال الكافية للمحافظة عليها وذكر وزير الموارد المائية أن الدولة اتخذت عدة إجراءات للعناية بالفقارة من خلال إدراجها ضمن قانون المياه لسنة 2005 وإنشاء مرصد بناء على توصية الملتقى الدولي حول الفقارة الذي نظم سنة 2011 إلى جانب رصد أغلفة مالية معتبرة في مختلف البرامج التنموية تجوزت 1.9 مليار دينار بين سنتي 2007 و2014 بهذا الخبر نصل مشاهدين لختام نشرتنا الاقتصادية لانهار اليوم نشكركم لحسن المتابعة وكرم الإصغاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر